كل ده منتبع خلال اليومين اللي جايين او امبارح واول برضو ان فيه شريحة محمول جديدة ESIM هيتم اطلاقها في مصر قريبا وناس كتير بتسأل ايه هي الشريحة دي ووجع فيه توعمل انفو جراف بسيط هيوضح لنا فيه ابرز المعلومات عن شريحة المحمول الجديدة ESIM اولا هي مسبتة مسبقا في الجهاز يعني مش زيها زي الكروت اللي بنحطها في الموبايل دلوقتي هي عبرها عن تقريبنا QR كود وهتتسحب سكان اول ما بتجيب الموبايل على طول تمام تساعد الاجهزة في ان تصبح اصغر توصيل كافة الاشياء بالانترنت من خلالها ممكن تنتقل بين الشبكات وتخفض تكلفة المكالمات والنت يعني هي بتوفر في تكلفة المكالمات وفي الموبايل انترنت تنهي مشكلة التجوال واسعار بقاطة الانترنت المرتفعة وكمان بتحد من سرقة الهاتف ويمكن يقافها بسهولة ويمكن استخدام 8 شبكات برقم واحد ولكن في دلوقتي ناس بتقول عيوب عشان برضو نكون منصفين ان هي هتسوحك لو موبايلك فصل شحن وصعب ان انت تنقلها من جهاز لجهاز اخر بعد ما تليفونك بيفصل لازم تروح الشركة تاني وتتعاقد على شبكة او خط جديد خط ESIM جديد برضو دي كده كل المعلومات سواء مميزات وعيوب عن شبكة او شريحة المحمولة الجديدة ESIM لو في اي تفاصيل جديد هننهلكوا ان شاء الله اولنا رأيكم فيها في التعليقات تحت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر